وهذا سؤال لك سيد العميد ثم أحمد مش نفهمه ما معنى انعقاد مجلس الأمن الدولي لأن السعودية في بلين لها تقول هذا الإمعان في انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي يؤكد ضرورة انعقاد مجلس الأمن الدولي عاجلا لمنع إسرائيل من التسبب بكارثة إنسانية وشيكة يتحمل مسؤوليتها كل من يدعم العدوان وفي الحقيقة موقف سعودية موقف مشرف الحقيقة الآن نتكلمه على معناها قلت خذاو القطر متأخر لكن على الأقل خذاو القطر لكن كان الوقع كبير في الكيان السهيوني والآن علش الكيان السهيوني ما ردش الفعل وما يخذاشه محمل الجد لأنه يعول على الأمريكي يعني الرجوع إلى مصار التطبيع بعد أن يتهي كل شيء هذا عشي يعوله لكن أنا قلت للآن السعودية لابد أن تفعل قرارها تفعله فعلا على الميدان وهذا يرى وسهل جدا هي فيما معناها اليوم كانت بداية متاع عقود متاع مشاريع ضخمة جدا هذا كله يزمه يقف يزمه يقف وهذا هو الورقة الحقيقية مش كلام فقط لأنه الكلام راو سهل إذن أنا يزمه الراو الآن أشياء محسوسة واقعية من طرف كمثلا إيقاف هالطريق اللي يجينا من الإمارات ويوصل حتى لتزويد الكيان الغاسب وقف أخي ما تكلمت واخذيت قارات وقف معاش يوصل حتى شيحنا والإمارات هذه مفضوحة معروفة من قبل لكن يتعاد على أرضك الوقف معاش يوصل حتى شيء للكيان سوني وقتها نعرف اللي كلامك صحيح وقرارك في محله وليس مجرد كلام هذا هو رأي واجهيتك واضحة سيد عميد بالنسبة لك تقول التلويح مهم لكن في هذه المرحلة ننتظر إجراءات عملية ما بعد التلويح سيد أحمد الغربي وجيتك معزالي وصلاح الديودي وسيد أحمد الغربي إنعقد مجلس الأمن الدولي على قل مرتين منهم مرة كان جوتيريش هو من فعل المادة الخاصة بإنعقاد مجلس الأمن الدولي ولكن الفيتو الأمريكي كان حاضرا في كل مرة دعوة السعودية لإنعقاد مجلس أمن دولي هل ننتظر بعدها فيتو أمريكي أم أن السعودية لا تتحدث من فراغ؟ سؤال وجيه سامحة أنا أجيبكي بالعبارات التالية أولا أي شخص في أي دولة من الدول العالم تطلب تدخل مجلس الأمن يمكن أن أقبل هذا الكلام لكن أن تأتي من دولة عربية دخليني سؤالي المباشر أين هي القوة العربية؟ ليس لازم حتى بالسلاح راوة لدينا برشة قوة نجمو نستعملوها حفظا معناتها باش نهدوها الكيان الغصب واستعملناها قبل في البترول وكذا وقتت بأكلها يعني الدولة عربية تستنجد بمجلس الأمن هذه وحدها نقطة يلزمنا نقفو عليه موش معقول حسب رأيي الشخص موش معقول نعم لي مجلس الأمن نجعلو مجلس الأمن نحكيوه على الفيتو لكن كدولة عربية ودولة كبيرة عربية كالعربية السعودية يجب أن تلتأم أولا جلسة طارئة لجامعة الدول العربية وتتخذ إجراءات موجعة اقتصادية كما تحب أنت حتى تدخل السليح شو ما مشكلة إخي ما أطلبه هل هو من قبيل اللغوي أو العيب أو الكلام الغير معقول هذا كلام يمكنه أن يسمع لا تطلبوا استجداء لمجلس الأمن لفيتو لا تنتظروا غير ذلك أنتم دول قادرة بنفسها أن تفعل ما لا يفعله مجلس الأمن هذا جانب أولي جانب الثاني من سؤالك نعم مجلس الأمن تكلم مرارا وتكرارا لكن ربما أطمعوا كأحمد الغربي في التغيير الموقف الأمريكي أولا بما قاله بايدن قال لك 7 أكتوبر ردت فعل كيان المحتل أصبحت غالته طاق كلي ثم ما ارتأته محكمة العدلة الدولية في 26 جان في يناير 2024 من كونها اعطاتها شهر حتى لا تقوم بأفعال يمكن أن تؤدي إلى إبادة جماعية أي حد بشي يعمل فيتو يجب أن يحسب حسابه لأن أي فيتو يعني ضوء أخضر لإبادة جماعية هذا ربما يخليني نقول من الممكن أنه نتعدى للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة اللي يخلي مجلس الأمن يتخذوا عدة إجراءات تنرجعونهم بعد كانت حب معزلي شوف البيان تعوزارة الخارجية السعودية أنا نعتبره ببيان تصحيحي حبي عاود يرجع الأمور في إطارة تصحيح مسار لا لا على خاطر أحنا شفنا السردية المدة الإخرانية ما عاش نحكيه على اتفاقية 67 والعاصمة وعاصمة القدس الشرقية ولي نحكيه على فلسطين الكل المقاومة حتى نشوفه بعض المواقف اللي قاعدين نشوفوا فه ما عاش نحكيه على دولة حل الدولتين ولي نحكيه على تحرير فلسطين كاملة اللي هني هو وشنا وجاء قرن قرن نرى وجاء قرن أنا بعيشكم خلن نرجعوا لاتفاقية الأصلية تعصى بقاستين اللي هي حل الدولتين وعاصمة القدس الشرقية أنا مراش فيها ذي ببيان إيجابي أنا نرى فيه اللي هو ببيان تصحيحي لمواقف قاعدة نشوفوا فه قاعدة تتغير معناها من منظور رأيهم من القضايا الفلسطينية ومعناها هو ذي بالنسبة لينا ما هو إلا كلام على خاطر كما قال سيد العميد وقتا نشوفوا احنا بيانات كيف هذي يعطيهم الصحة وبرك الله فيهم أما بالنسبة لينا اللي نشوفوا على أرض الواقعة هو مختلف لذلك بالمواقف باللي تحب عليه التعليقات معز وكتيبة ناس الديون النايلة 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 قالت البرنامج هذيه نهر لحد شي رهيب عجيب نقوم له بكري باش نحضر وموري كل شي باش نتابعك كانت عم أسألهاي اي لأن هنا فما أولا البعض اللي تطلبوا حضور فوز الدويري بعض التعليق تقول معناها الموقف المصري لا يمكن أن يتغير نظر الوضع الداخلي لمصر فما اللي قال أين هو الشعب المصري من كل ما يقع مع الفلسطينيين بيرفح وهذا هنا أغلب إذا هاجر ولهنا إذا هاجر الفلسطينيين معناها وغادروا ودخلوا السيناء هنا بش نشوفوا اللي سيسي بش يواجه مشكلة كبيرة ممكن حتى تعصف بالحكم في مصر واضح الدكتور فوزي البدوي آخر مرة بش نجيب على الدكتور فوزي البدوي آخر مرة دكتور فوزي البدوي استضفتوا على الأقل 15 مرة بش يكون موجود معنا في علام مسؤوليتك أو في ناس اللي ديوان اعتذر أو رفضها ممكن لحد يفهم كما يحب هو وما يحبش يكون معنا الدكتور فوزي البدوي موجود في برنامج على مسؤوليتك أو للناس الديواني فضلكم مع شرطة المماني بش يكون موجود دكتور فوزي البدوي وتحييتنا له ونحترمه جدا الموقف هو حر في خصوص الجامعة العربية أحمد طبعا هي جزء من المرافعات في محكمة العادل الدولية دخلت في هذا الأمور جامعة الدول العربية غريب معناها شأنها غريب جدا إلى حد الآن الجامعة العربية راهي لم تلغي العمل بالمقاطعة مثلا اللي موجودة من الستينيات ولكنها كما قال الإخوة لا تفعلها يعني الحد الأدنى هو إجراءات عملية ملموسة اثنين فيما يتعلق بمجلس الأمن عادي أخ أحمد لأنه أنا أظن أنه نفس المشروع الجزائري الذي سيطرح مجددا بمعنها هي الآن العضو غير دام وهي تتكلم وتعمل مع المجموعة العربية في خصوص العودة في هذا البيان لا أعتقد أنه تصحيح لأنه مقارنة بأشهر التالي كان الموقف مطلوب موقف أفضل قليلا لكن هو السند هو ما يسمى مبادرة السلام العربية لسنة 2005 اللي متبنيتها الجامعة العربية وإلى آخره وكذا ولكن لكن تقديري سيد أحمد تقديري في جملتين لن يكون هناك لا دولتين ولا ثلاثة دول ثم أرض اسمها فلسطين إذا بش تقوم دولة بش تقوم دولة فلسطينية وكلمة حل هنا مرة أخرى رأي دس للسم في العسل ثماش حل دولتين ثم دولة فلسطينية تحب تقسمها كما قسمتها لأمم المتحدة تقسمها لكن هذا يعود للفلسطينيين أنا نسمع في القيادات الفلسطينية يحكوا على الشروع في برنامج التحرير نجم يكون رأي مرحليا شيء من هذا ولكن الحل هو حل التحرير الشامل وهو حل التحريرين تحرير الأراضي المحتلة سنة 48 وتحرير الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة سنة 67 وراه آخر معلومة الآن الصباح نقرأ العدو الصهيوني تو يخدم في مستوطنات جديدة في قلب القدس الآن في قلب القدس ثم كيفاش تتفكك المستوطنات؟ وهم عملين هم الدولتين اللي تحكي عليهم عملين دولة يسموا فيها كيان العدو هذه وعملين واحدة دولة المستوطنين اللي عملوه بعض الاتفاقات اللي تحكي عليها الكل وديور حتى 20% معاش موجود أقل حتى من 20% ولذلك الحل الوحيد هو المقاومة إذا ذهبت المقاومة في حلول مرحلية سوف نرى ذلك ولكن علينا أن لا نروج أبدا وهذا رأيي إلى مثل هذه الأبور والسعودية جوبت بالبيان تحها جوبت الناس اللي هي تطلب بتحرير الأرض سيد عمي بش نختموا في موضوع رفح اليوم كيف نشوفوا الصحافة العالمية المحلين غيروا القنوات يقول لك الحل اللي عدم الاجتياح بيد آآ زوز ايسيمي زوز بلدان مصر وأمريكا الحل الفصل في اجتياح رفح على الأقل مش نتحدثه على غزة ولا غيره لكن بالنسبة لملف رفح الحل بيد مصر وأمريكا كان صحيح فالسل النعج انا قلت لك اه امتحان حقيقي لانه شوف راو اللي قاعد يسير في امريكا وانا متابعة معا عن قرب ما يحدث في البلاد هذه وانا وانا راني وقتي قلتها ثمش كلي اه اضحك قلت لكم مرة بدأت تتفكك راه مش انا نقول كلام ميانا كلام مؤرخين وكلام معناها اه جهاب ذا في علم الاجتماع وجهاب ذا مش نحطيكم مثال مش تفهم اش معناها الكلام هذي صحفي صحفي مش اعمل انترفيو مع بوتين امريكا كالصالح اللي شوفتوه كل هتهز وتحط امريكا دخلت بعضها ويعني البلد اللي كانت تتمجح باني دولة الحريات وحرية الصحافة اليو قامت وقعدت وكارلسون ذاك ردوه خائن معمل شي راه قام بعمله صحفي مشاه للجهة الثانية وعمل مش تعرفوا اللي كلام يقول فيه الان انا لما قلت راهو امريكا وحكامها اللي انا درست وتروحتي عليه هما راهو الخمسة مية اهدى اربعين نايل وراي الحكومة امتحهم وكلهم عرائس فيد اه الدولة العميقة في امريكا صناع اسلاح اخسروا منيح ثبته وشكون يشري في اسلاح اشكون اللي يخدم فيها جماعة عظومة يالترا الغرب يالترا امريكا اللاتينية راهو العرب راهو هما ناس فقط يعني يخدموا في مصالحهم وهاللبي الصهيوني يخدم في مصلحته في الدواع في السلاح في البنوك وهو ليعطي الاوامر والحكومة تنفذ اذا الامتح الحقيقي خالشوفوه تراها البايدن هذي اشي ناجم يعمل عاو جاك وقت الحق وانتي قلت لا ولا اطفال ولا يتكلم على الموت وعلى درشنوة وعلى وعلى معناها رد فعل مبالغ فيه من الاسرائيلي هبش يفوك تراها اي تراها اي خذ قارة هون شوفوك وهنا العالم كنت فيه منه سافير اراه لخطر الامريكان ضاعوا ذرقا بهذا ثم مصر مصر يا اخويا اخويا ما قلت اه كم ديفود وانا مرمور طبطت وكل شي هاو جيتك فرصة ذهبية اليوم تلاثين الف يا مصر اسمع المليح تلاثين الف مقاتل وقفوها القوة هذي اربع اشهر وفات وكادوا يدمروها وبدا تدميرها فعلا والف ومئة دبابة يا مصر اسمع اللي عندك تلاثين الف خمسمية دبابة وعندك اليوم اعلى طائرات في العالم وعندك دنيا كل وعندك اقوى واحد من اقوى جويش في العالم الثامن او تسهب العالميا اذا كانت ثلاثين الف عملوا هذا كل في هذا الكيان ما تخافش ما تخافش منه راو بعبع راو صورة لحاجة خوف لكن بابك ايش مقاتلين مش مدربين وانا اكلم فيهم كعسكري والله لا مدربين والله اضعف جنود شفتم في حياتي لو لا طرف التقنية هذي اللي عندهم ما يجيو حد شي راو جيش فارغ وانا كلا فيكم كنت في بقعة اسمها التقييم العملياتي احنا عنا خدمة بتاعنا القيم والوحدات لما تتحرك وانا نشوف على الميدانة في اخطاع فاتحة نشوف في جيش وهن مش خايفين هنا سؤال خطير جدا يا هل ترا انتم في مستوى شعوبكم ولا لا اليوم الحجة بتاع جيش قوي لا يخر تحت في الماء اذا يا اخويا حتى ما تحركش يا ودي هدد يا ودي يا ودي فاوض شي غريب راو يا اخي والله العظيم اني مصدق انا تلاتين الف مقاتل عملوا هذا كل فاكيان والدولة بيش تتفكك وشيشهم الف ومية دبابة تحطمت وانتي درجت قولي يعني والله شي شي دوخ انا نقول لهم الخوف هذا غير مبرر والله كافي مصر تضرب على الطاولة يقف كل شي يكفي واضح واضح اا احمد الغربي قلت بكريت كيف تحدثت قلت فجأة اليوم الحديث على انه بايدن دعا مصر لفتح المعبر ومصر رفضت لكن كذلك فجأة اليوم الحديث في وسائل الاعلام على الصحة النفسية لبايدن وتعليقات شديدة حول صحته العقلية بايدن يحاول انه يقوم بهجوم مضاد ولكن ام